موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضاء أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين موسيقى رئيس الوزراء يستقبل ممثلين مؤتمر حضر موت الجامع لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة موسيقى الملك سلمان يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية موسيقى موسيقى مصر واربعين من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران أبطال الجيش الوطني بجبهة ماهلية بمأرب موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالسفير الجيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بام خرمة لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين وشهد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية ودور جيبوتي الصادق في دعم الشرعية والشعب اليمني إزاد ظروف التي تعيشها بلادنا جراء الانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتطرق نائب الرئيس إلى المساعي المشتركة بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر والبمرات المائية من المخاطر التي تهددها مؤكدا على الحرص المستمر لتأمين الملاحة الدولية وإيجاد حل لخزان صافر النفط الذي ينذر بكارثة بيئية كبيرة ومن جهته أكد السفير بام أخرمه مجددا دعم بلاده لشرعية والأمن واستقرار اليمن ومساعي تحقيق السلام بناء على المرجعيات الثلاث من أبوها إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان الكبير عمر با وزير الذي وفته المنية في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة شديدة مع المرض ونوها نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أسرة وذوي الفقيد بمسيرته الفنية والعطاء الثقافية الذي أضافه إلى التراث والفن اليمني مشيرا إلى أن إرثه الإبداعي سيظل شاهدا حيا في وجدان اليمنيين وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأبنائه وكافة آل با وزير سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان استقبل رئيس الوزراء المكلف دكتور معين عبد الملك ممثل مؤتمر حضر موت الجامع في إطار استكمال المشاورات مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد الخطوط العريضة والأولويات المرحة لعملها بما يراعي دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي واجهها المواطنين التي يواجهها المواطنون وتدارس اللقاء المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة بما يستوعب خصوصية وأهمية محافظة حضر موت والرؤى والأفكار لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل المواطنين خاصة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة كان موذج متميز للنجاح الترموي ووضع رئيس الوزراء المكلف ممثل مؤتمر حضر موت الجامع أمام صورة كاملة عن مستقدات تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة والخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات العسكرية والأمنية معربا عن تقديره لتفاهم القوى والمكونات السياسية لأهمية التحرك بشكل عاجل لاستكمال تطبيق بغية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في أقرب وقت ممكن بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم على الشراكة والكفاءات وتطبق الدكتور معين عبد الملك إلى الخطوط العريضة للأولويات المحددة لعمل الحكومة الجديدة والتي تراعي دقة المرحلة الراهنة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية بما في ذلك إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة وتكفيف منابع الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية وفق آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة مشيرا إلى الدور المعول على محافظة حضر موت في تقديم نموذج حقيقي لصناعة التحول وإحداث التغيير الحقيقي بما ينعكس إيجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين ولفت رئيس الوزراء المكلف إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته وتتابع جهود تنفيذه المملكة العربية السعودية الشقيقة فرصة لن تتكرر لتوحيد الصف الوطني لتسريع استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحثي المدعوم إيرانيا وتحقيق الاستقرار لليمن وشعبها الذي عانى كثيرا منوها بالدعم الكبير من قبل فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية لتدليل كل الصعوبات والتحديات لإخراج الحكومة الجديدة لإخراج الحكومة الجديدة إلى النور وتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية بشكل عاجل وبدورهم عبر ممثل مأتمر حضر موت الجامع عن تغديرهم واثقتهم بقدرة رئيس الوزراء المكلف على تجاوز كل التحديات وأنهم سيكونون داعمين له في استكمال كل الخطوات المتبقية لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وبما فيها تشكيل الحكومة الجديدة لافتين إلى الدور المعول على الحكومة الجديدة في معالجة المشاكل المتراكمة بشكل عام وحفظ مكانة حضر موت وحقوقها على وجه الخصوص معربين عن ثقتهم الكاملة في قدرة رئيس الوزراء على إحداث تغيير حقيقي في المرحلة القادمة بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان الكبير عمر عبد القادر باوزير الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الفن والثقافة والموسيقى أشهد رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد عماد وإخوانه وكافة أهل باوزير بالدور الفني والوطني لفقيد الأغنية اليمنية عمر باوزير وما قدمه خلال مسيرته من أعمال لخدمة التراث والفن وإبراز الأغنية اليمنية عامة والحضرمية بشكل خاص مؤكداً الوطن خسر برحيله أحد فنانيه المميزين الذين تركوا بصمة خاصة من خلال أغانيه وأناشيده الوطنية وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيها الصبر والسلوان قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية إن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب الميليشيا الحثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية يعاني منها الشعب اليمني وتشكل مصدرا لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي وأضاف خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لإنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الاتصال المرئي إن الميليشيات الحثية قامت بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني وعرقلت جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن وعدم تجاوبها مع جهود التهديئة وآخرها إعلان التحالف في شهر إبريل الماضي لوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة ولإتاحة الفرصة لتعزيز جهود مكافحة تفشيج أحد كورونا في اليمن حيث إنها لازالت مستبرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة وأكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني ولن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية مجددا استمرار تقديم المملكة الدعم الإنساني للشعب اليمني ومواصلة الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وفقا للمبادرات الخليجية ومخرجات الحوار اليمن الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22-16 وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى قيام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واعتداء على الأمن والسلم الدوليين وبشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات النفط للأسواق العالمية كما يستمر عبر أدواته في استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي تجاوز عددها 300 صاروخ وأكثر من 400 طائرة بدون طيار في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 22-16 و22-31 وقال يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحدياً رئيسياً يواجه العالم بأسره وقد نجحنا معاً خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة التنظيمات المتطرفة بما في ذلك دحل سيطرة تنظيم داعش على الأراضي في العراق وسوريا من خلال جهود التحالف الدولي كما نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات مهمة لتنظيمين القاعدة وداعش في اليمن وأضاف خادم الحرمين الشريفين إن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي وواجبنا أن لا نتدخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار وتعايش بين شعوب المنطقة كافة تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى التسعين لتوحيدها ويأتي العام تلو العام والمملكة تخطو خطوات متسارعة تسابق الزمن وتتخطى الصعاب نحو القمة مستمدة وقود البناء والتغيير من حكمة ملوكها وحماسة أبنائها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير يوم وطني جديد يحل على ربوع المملكة العربية السعودية ورصيد يضاف لسجلها الماجد والحافل إنجازاً ونجاحاً والممتد منذ عام 1932 الثالث والعشرون من سبتمبر في هذا التاريخ أعلن قبل تسعين عاماً توحيد المملكة العربية السعودية أرض جغرافية واسعة وحدود مترامية الأطراف جمعها مؤسسها وأول ملوكها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في دولة واحدة قوية مهابة مثلت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها مركز الثقل العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يضافة إلى كونها تمثل المرجعية الدينية باحتضانها للمقدسات الإسلامية وإذا كان للإسلام كدين ذروة السنام فللمسلمين شعوباً ذروة السنام هي المملكة العربية السعودية تزهو المملكة بيومها الوطني في ظل الريادة التي تحوزها عاماً بعد آخر وتبوؤها لمراتب متقدمة في مختلف المجالات تنافس بها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي السنوات الأخيرة شهدت المملكة قفزات نوعية بفضل الرؤية الاقتصادية طموحة التي يقودها ولي العهد إذ تخطو بثبات نحو بناء دولة ذات اقتصاد متنوع ومجتمع منتج والسدامة في البناء والتنمية ترتفع فيها الطموحات وآمال التغيير لتبلغ عنان السماء إذ لا حدود لها وعلى صعيد العلاقات الخارجية للمملكة منذ تأسيسها مثلت العلاقات اليمنية السعودية الممتدة منذ سنوات طويلة نموذجاً مثالياً في عمق العلاقات بين الدول وصلت إلى ذروتها في عهد حكمي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله تعالى وفيها كانت مواقف المملكة مع اليمن مثالاً يحتذا به في الوقفات الصادقة والشجاعة للجار مع جاره تجلى هذا بوقوفها مع الشرعية ضد انقلاب ميليشيا الحوثي وإعلانها عاصفة الحزم لردع الانقلاب ونصرة اليمن أرضاً وإنساناً ودولة ستظل العلاقة اليمنية السعودية علامة فارقة في تاريخ المنطقة تجمعهما الأرض المترابطة والأنساب المتداخلة والتاريخ الواحد والمصير المشترك علاقة أخوية وجوار لا تزيدها الشدائد إلا تلاحماً وتكاتفاً تقف فيها المملكة مع جوارها اليمني وقفة لا تتركه فيها حتى ينتصر يتجسد هذا الموقف واقعاً على الأرض في الحرب على الانقلاب عام بعد عام تسابق المملكة الزمان وتسارع الخطوات نحو بلوغ أهدافها لتحقيق مستقبل أفضل ينعكس على كامل المنطقة من منطلق قيادتها وريادتها وستظل المملكة العربية السعودية عوناً وسنداً لكل أقطارنا العربية وركناً تأوي إليه دولنا حين تشتد بها خطوب الزمن ومآسيه وكل عام والمملكة في القمة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الوقفة الحاسمة لإنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية الثلاثة المتفق عليها عربياً وأقليمياً ودولياً وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة آن الأوال لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وعليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخص القرار رقم 22-16 وشدد على ضرورة انهاء الازمة في اليمن بما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استقلال اراضيه لاستهداف دول القوار او لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب قال وزير الاعلام معمر الارياني ان اعلان المتحدث باسم الجيش الايراني العميد ابو الفضل شاركجي وضع تقنيات انتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف ميليشيات الحوثية الارهابية ونقل خبراء ومستشارين لمناطق سيطرتها اعتراف ايراني واضح وصريح بادارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي تنفيذا لاجندتها التخريبية في اليمن والمنطقة اكد وزير الاعلام ان التدخلات الايرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي ورح ضحيتها عشرات الالاف من اليمنيين بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة خلفت مأساة انسانية هي الاكبر عالميا تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وتحدي لارادة المجتمع الدولي في ارساء السلام في اليمن والمنطقة ودع الايراني المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات حازمة لحظر التسليح الايراني ووضع حد لعمليات تهريب الاسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيات الحوثي والتي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الانسانية وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالازمة اليمنية وتشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين استعرض القائم باعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير احمد عبدالله ناجي مع رئيس دائرات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية الدكتور بيتر كوفيك تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية واستمرار عرقلة الميليشي الحوثية للجهود الرامية لتحقيق السلام واشار السفير ناجي لا تصعيد الميليشي الحوثية العسكرية على مدينة مائرب التي تأوي مئات الالاف من النازحين الذين شردتهم من منازلهم خلال سنوات الحرب لفتن الى الوضع المعيشي والتدهور الاقتصاد الذي تسببت به الحرب التي تشنها الميليشي الحوثية على الشعب اليمني وقال ان الحوثيين يستخدمون الذهاب الى المفاوضات كتكتيك لتخفيف الضغط الدولي عليهم بينما في الحقيقة هم مستمرون في شن الحرب وممارسة الانتهاكات ورفض كل الغرارات الدولية والاتفاقات بما فيها اتفاق ستوكولم والذي يماطل الحوثي في تنفيذ حتى الجزء الانساني منه والمتمثل باطلاق صراح المعتقلين وتبادل اطلاق الاسرى وهنأ القائم باعمال السفر اليمني المسؤول المجري بمناسبة توليه المنصب الجديد متمنيا له النجاح وان تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة ومن جانبه عبر المسؤول المجري عن سعادته باستقبال القائم باعمال السفر اليمني واكدا استعداد بلاده تقديم كافة اوجه الدعم الممكنة لليمن مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبد المجلين الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من ايران تصر على ممارسة الارهاب وارتكاب الجرائم بحق المدنيين واخرها استهدافها للاحياء السكنية في مدينة تعز مؤكدا انها جرائم حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم وادان العميد مجلي اطلق ميليشيات الحوثية الارهابية قذائف المدفعية والدبابات من مواقع تمركزها في تبة سوفيتل وتبة السلال باتجاه الاحياء السكنية في مدينة تعز المكتظة بالسكان الامر الذي اسفر عن استشهاد امرأة واصابة وجرح احد عشر شخصا من المدنيين بينهم اربعة اطفال واضاف العميد مجلي ان الميليشيات الحوثية دابت على استهداف المدنيين والاعيان المدنية باسلوب ارهابي ممنهج ومتعمد يخالف تعاليم الدين الاسلامي والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية لافتن لان الميليشيات تطلق المبادرات والحوارات في ذكر انقلابها ونكبتها لليمنيين بالتزامن مع اطلاقها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية والدبابات على الاحياء والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية واكد ان الحسم العسكري هو الطريق الاسلم والانسب لتجنيب شعبنا اليمني المزيد من جرائم القتل والارهاب الحوثي مؤكدا ان قوات الجيش مسنودة برجال القبائل ماضية في تحرير الوطن وتخليصه من هذه الميليشيات الارهابية افادت مصادر ميدانية بان اربعين عنصران من ميليشي الحوثي الانقلابية على الاقل قو مصرعهم وجرح اخرون في بواجهة مع قوات الجيش والمقاومة بجبهة ماهلية جنوب محافظة مارب وذكرت مصادر ميدانية ان قوات الجيش ورجال المقاومة نفذوا كمينا محكما لمجامع تابعة لميليشي الحوثي الانقلابية في جبهة ماهلية اسفر الكمين عن مصرع ما لا يقل عن اربعين عنصرا حوثيا وسقوط العديد من الجرحة الى جانب خسائر اخرى في المعدات واضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني سيطرت على المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشي الحوثي الانقلابية فيما استهدف طيران التحالف تعجزات لميليشيا الانقلاب في طريقها الى المنطقة اسفرت عن تدمير اربع عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش الوطني في جبهة جبل مراد بمأرب واكد مصدر عسكري بان عدد من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا خلال المعارك في جبل مراد وبحسب المصدر فان قوات الجيش تواصل تقدمها في جبل مراد وسط تقهقر مستمر للميليشيات الحوثية واضفت المصادر الى ان طيران التحالف شن غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية واوقع قتلى وجرحى في صفوفها كما دمر آليات واسلحة متنوعة للميليشيات صغط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة صلب بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء وقال مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني نفذوا كمينا محكما لمجموعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة صلب أسفر الهجوم عن مصر عدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش الوطني وأضاف بأن أبطال الجيش استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكميات من الدخائر المتنوعة كانت بحوزة الميليشيا فيما دمر طيران وتحارف دعم شرعية ثلاثة أطقم بعتادها كانت في طريقها إلى الجبهة استهدفت ميليشيات الحوثية الانقلابية منازل المواطنين في مدينة التحيطة بالحديدة وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن استهداف الحياة السكنية في مدينة التحيطة من قبل الميليشيات الحوثية جاء بالتزامن مع استهداف مماثل للقرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية أكد المركز أن القوات المشتركة رصدت تحصينات للميليشيات وتمكنت من دكها وإخماد مصادر النيران بضربات مركزة وذلك ردا على خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية أصيبت امرأتان جراء استهدافهن برصاص قناصة حوثيين بمحافظة الضالع وذكرت مصادر ميدانية أن المواطنة صمود صالح في الثلاثين من عمرها تعرضت لإصابة بليغة جراء رصاصة قناص حوثيين بقرية المشاريح قبل أن يتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج فيما أصيبت المواطنة إحلام محمد سيف برصاصة قناص حوثيين آخر في منطقة موريس شمال الضالع هذا وتستهدف ميليشي الحوثي الإنقلابية لمواطنين العزل بشكل يومي في المناطق المحادية للمواقع التي لا زالت تحت سيطرتها وسط صمت دولي إزاء الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين أعلنت لجنة الوطنية العالية لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أضافت أنها سجلت خمسة حالات التعاف وشفاء جميعها من محافظة حظر موت بهذا يبقى إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا الفين وثمان وعشرين حالة منها خمسمائة وست وثمانون حالات وفاة وألف ومائتان واربع حالة تعافي هذا وضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء أن تقاريرها لا تشمل الحالات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس وحدا وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف حالة فيما بلغ عدد الوفايات ما يزيد عن تسعمية وخمس وسبعين ألف حالة وبلغت حالة التعافي أكثر من ثلاثة وعشرين مليونا واربعمائة ألف حالة تعافي وشفاء مزيد من الأخبار المحلية ولكن بعد الفاصل شدد محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس على عدم التهاون في تطبيق لوائح وأنظمة وقوانين المرور والتعامل مع المخالفين بروح القانون وأكد المحافظ لملس خلال زيارة قام بها إلى إدارة شرطة السير بالعاصمة عدن أكد على ضرورة تسيير إجراءات المواطنين وإنجاز معاملاتهم القانونية بسلاسة والابتعاد عن التعقيدات الروتينية وكذا معالجة مشكلة الإزدحام في الجولات الرئيسية وإعادة العمل بالإشارات الضوئية الحديثة في التقاطعات والشوارع الرئيسية وطاف المحافظ لملس خلال زيارة بأقسام إدارة شرطة السير وطلع على طبيعة عملها حيث أشاد بمستوى التنظيم والانضباط الذي شاهده من قبل منتسب الإدارة واستمع من العميد جمال ديان مدير عام شرطة السير بالعاصمة عدن استمع إلى شرح على انشطة شرطة السير والخدمات التي تقدمها للمواطنين وكذا جملة الصعوبات التي تواجه إدارة شرطة السير وفي السياق ذاته قام المحافظ بسيارة تفقدية للمبنى القديم لإدارة شرطة السير بمديرية خور مكسر وطلع على أعمال الترميم والتجيد التي قامت بها الإدارة في المبنى قام محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الثاني والعشرين من مايو بمديرية المنصورة وقف المحافظ لملس خلال زيارة التي رفقه فيها الدكتور علي عبدالله صالح مدير مكتب الصحة بالعاصمة عدن على مستوى الخدمات الطبية في المستشفى للمواطنين ومدى جاهزية الطواقم الطبية والتمرضية والمختبرية والصيدلة والصيدلية وفعالية أقسام الطوارئ وغرف الإنعاش وأجهزة التشخيص ومستوى التنظيم والنظافة في المستشفى وفور الانتهاء من الزيارة وجه المحافظ لملس مدير مكتب الصحة بعدن بتوقيف مدير المستشفى وإحالته وإدارته للتحقيق وتكليف الدكتور أحمد با حميد للقيام بأعمال مدير عامل المستشفى وتسيير أعماله أكد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على أهمية الحقوق المشروعة للمعلمين بالمحافظة ووجه بصرف مستحقاتهم لشهرين وبحث المحافظ خلال لقائه بالأمين العام المساعد لتحدي المعلمين العرب محمد لقدع ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي نسعان ورئيس نقابة المهن التعليمية الصالح الباني وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين جملة من المعاليات والحلول الممكنة لتسوية كافة حقوق المعلمين بالمحافظة وطالب المحافظ الحكومة برفع الاستغطاعات من مرتبات المعلمين حتى يتم حل إشكالية مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية مؤكدا ضرورة حصولهم على كافة حقوقهم المالية المشروعة ومثنيا على دورهم في صناعة الأجيال المتسلحة بالعلم ومشددا على أهمية تشكيل مجلس تنسيقي موحل للنقابات التربوية بما يساهم من تعزيز حضورها في خدمة قضايا ومتطلبات المعلمين ومن جهتهم أشاد النقابيون بتجاوب المحافظ وسعيه لإيجاد الحلول لمعالجة إشكالية مستحقات المعلمين وتوجيهاته بصرف مستحقاتهم دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرى سالم عبدالله نيمر مشروع توزيع الحقيبة المدرسية الذي تموله وتنفذ مؤسسة السبيل للتنمية ومساهمة من الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة وخلال التدشين أكد أمين عام محلي المهرى سالم نيمر أن مشروع الحقيبة المدرسية ليس بغريبا على مؤسسة السبيل الرائدة في العمل الخيري والتنموي ودع جميع منظمات المجتمع المدني للتعاون والتكاتف لخدمة الفئات الضعيفة والفقيرة من جانبي أشاد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرى سمير مبخوت هراش بجهود ومشاريع مؤسسة السبيل في دعم التعليم مشيرا إلى أنه تم دعوة جميع منظمات المجتمع المدني لدعم العملية التعليمية إلى ذلك ثمن مدير عام مكتب شؤون الاجتماعية والعمل فائز بالحاف مشروع الحقيبة المدرسية الذي تموله وتنفذ مؤسسة السبيل مؤكدا على أهمية تكامل الجهود السلطة ومنظمات المجتمع المدني من جانبه أشاد مدير عام مدرية الغيظة سالم عوض سعيدان بمشروع الحقيبة المدرسية شاكرا مؤسسة السبيل على ما تبذله في خدمة المدينة من جهته ذكر رئيس مؤسسة السبيل للتنمية سالم السقاف أن مشروع الحقيبة المدرسية يأتي كتقليد سنويا لدعم وتشجيع الأسر الفقيرة والنازحة لمواصلة أبنائها التعليم ناقش لقاء عقد بالعاصمة الموقتة عدن استكمال الإجراءات الخاصة بتجهيز مخطط الأراضي السكنية لأسر الشهداء والجرحة بمحافظة عدن لاحية أبيان الضالع وفي اللقاء الذي ضم وكيل محافظة عدن للشهداء والجرحة علوي النوبة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة المهندس أحمد حسن ميسري ومدراء عموم ديوان الهيئة العامة للأراضي أكد المجتمعون ضرورة الإسرائي بتجهيز المخطط العمراني للأراضي الخاصة بأسر الشهداء والجرحة بمحافظات عدن لاحية أبيان الضالع بما فيهم شهداء والجرحة الساحل الغربي وقال وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحة علوي النوبة إن الإجراءات تأتي وفقا لتوجهة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك القاضية بالإسرائي وتجهيز المخطط العمراني الذي يليق بتضحيات جهداء والجرحة الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن ومكتسباته وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي المهندس أحمد حسن ميسري حرص الهيئة للإسرائي باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمخطط لافتا أنه تم توجيه مذكرات لفروع الهيئة بمحافظات عدن ولاحج وأبين والضالع للرفع بالمخططات المقترحة لديهم ليتم البت فيها وفقا للتوجيهات اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهاد التميمي على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت والصحراء وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال الزيارة من مدير عام الفرع علي بن يوسف على سير العمل من خلال الأداء الرقابي على كافة المؤسسات الحكومية والجهود التي تبدل للارتقاء بأداء الجهاز ونشاط نحو الأفضل أشهد التميمي بالجهود التي تبدلها قيادة الفرع مشيرا إلى الدور الحيوي والهام الذي يجب أن يطلع به فرع الجهاز في عملية الحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتسخيرها لصالح الأهداف المحددة لها ومحاربة الفساد المالي والإداري في وحدات الجهاز الإداري للدولة وأكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة ليتمكن من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المحلية بالصورة المطلوبة بدوره عبر مدير عام الفرع علي بن يوسف عن سعادته بهذه الزيارة التي سيكون لها الأثر البالغ في مؤصلة وطيرة مهامهم والارتقاء بمستوى العمل الرقابي والمحاسبي إلى فاق أوسع لتحقيق المهام والأهداف الموضوعة دشنا وكيل محافظة مارب لشؤون الإداري عبدالله الباكري مشروع تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمرأة الريفية بمديرية المدينة والوادي والذي يستهدفه مئة امرأة وتنفذه جمعية أجيال مارب على مدى أربع أشهر مزيدا من التفاصيل مع مرسلنا محمد سالم القداسي دشنا وكيل محافظة مارب عبدالله أحمد الباكري مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبو العيش للأسر الريفية في مديرية المدينة والوادي يسهم المشروع في تقديم منح لإقامة حداغة منزلية لتحقي الأمن الغذائية ومكافحة سوء التقديم للأسر المستهدفة وكيل محافظة أكد على أهمية إقامة من هذه المشاريع التي تمثل أهمية كبيرة لتوفير سبو العيش للأسر الريفية مثل هذه المشاريع الصغيرة وخصوصا الحدائق المنزلية هي توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية وخصوصا في الخضار ما في شك أنه منازلنا وبيوتنا وغذاءنا لا بد أن يتوفر فيه الخضروات وخصوصا الطماط البطاط الخيار البامية على تنفيذ مشروع التعزيز الأمن الغذائية وصمود سبو العيش أكدوا استهدافة أكثر من مجال أسر ريفية وتقديم لها شبكات ريع حديثة لإقامة الحدائق المنزلية يأتي هذا المشروع من ضمن أنشطة جمعية هجال مارب في الدعم الإنساني في مجال الأمن الغذائي حيث استهدف مئة امرأة بالأسر الريفية في ريف المدينة ومدينة مارب الوادي من الأسر الأقل دخلا حيث استهدف أعطاهم بذور خضروات وشتلات أيضا توزيع خزانات ماء وأيضا توزيع شبكات ريع من أجل صمود سبو العيش في المجتمع الريفي واعتبر هذا المشروع من ضمن الأنشطة التي تأتي ضمن في هذه المرحلة مرحلة الحرب والنزاعات اليوم ندشن مشروع الحدائق المنزلية لعدد مئة أسرة حيث أنها جمعية أجيال مارب قامت بتنفيذ هذا المشروع وهو عد من المشاريع التنموية التي تعد رافض مهم للاقتصاد عن مستوى الشخصي أو المستوى المحلي طبعا ما يقدم في هذه المنحة أنه الاحتياجات اللازمة لبناء هذه الحدائق كذلك أنه يقدم دعم معنوي من إرشادات زراعية وتدريب على رأس العمل حتى يستفيد المزارع أو الأسرة من هذه الأرض سواء بزراعتها أو بالمعلومات التي تعطيه استدامة لزراعة هذه الأرض والاكتفاء منها مشاريع سبل العيش وتعزيز الأمقضاية مثلها مئة كبيرة لإستداف أكبر قدر ممكن من الأسرة ريفية وتوفير لها الدخل لتحسين وضعها المعيشية خاصة في هذه الظروف الاسطناعية لقناة عدل الفضائية محمد الجلاسي محافظة مارب أشرت بالعاصمة المؤقت عدن مؤسسة الفيصل التنموية لدعم وتاهيل الأسر مع حدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وفي حفل الإشهار أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح همية تدشين المؤسسة كجهة تطلع في تقديم المساعدات للأسر الأشد فقرا ولذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الدعم الخيري والتنموي مبديا استعداد الوزارة لتذليل الصعوبات وتقديم كافة تسهيلات لازمة بما يكفل دعم برامج وأنشطة المؤسسة وشدد المنسق العام لشؤون الإغاثة جمال بلفقي على ضرورة إيجاد مشاريع تنموية تسهم في تحسين سبر العيش الكريم للمواطنين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة التي تمر بها البلاد من جهتها استعرضت رئيسة مؤسسة الفيصل التنموية ذكرى العراس الأهداف الأساسية لإنشاء المؤسسة واهتماماتها ومجالات العمل التي تتبنى تنفيذها في الجوانب الاجتماعية والصحية والإغاثية مشيرة إلى أن المؤسسة ستسهم في دعم ورعاية المحتاجين وتعزيز الوعي لمختلف الشرائح المجتمعية وتقديم كافة الاحتياجات وفقا لمعايير محددة ناقش وكيل أول محافظة تعزيز الدكتور عبدالغوي المخلافي مع قيادات التعليم والتعليم العالي بالمحافظة صعوبات ومعوقات العملية التعليمية بالمحافظة حيث التقى القائم بأعمال جامعة تعزيز الدكتور رياض العقاب ومدير مكتب التربية والتعليم عبدالواسع شداد ومدير مكتب التعليم الفني والمهني بالمحافظة وشدد وكيل أول محافظة تعزيز على عمل رؤية واستراتيجية من أجل التغلب على التحديات والسير في العملية التعليمية بأعلى جودة ممكنة وأكدا أن السلطة المحلية مستمرة في تقديم كافة الدعم والرعاية لقطاع التعليم بالمحافظة باعتباره الثورة الحقيقية الثورة الحقيقية وحجر الزاوية في التنمية والبناء وأشار الدكتور المخلافي إلى أن قطاع التعليم مثل منجزا من منجزات الثورة وتجزيدا لأحد أهدافها بالغضاء على الجهل والتخلف الذي كرسه نظام الإمام الكهنوتي البائد في أوساط الشعب مضيفا أنه منذ بداية انقلاب ميليشيا الحوثي كان التعليم في مقدمة القضاعات التي استهدفت الميليشيا تدميرها ومازالت تعمل على تدميرها بشكل ممنهج من أجل عادة نشر وتكريس الجهل بين أوساط المجتمع وعادته إلى ما كان عليه في عصر الكهنوتي الإمامي الذي كنسته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة شدد مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن إبراهيم محمد منيعم على ضرورة قيام المكاتب التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها الكاملة في توفير وتحسين مستوى الخدمات لمواطنية المديرية أكد منيعم خلال ترأسه الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي بمديرية صيرة شدد على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة لتجاوز التحديات وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فيها واستمع منيعم لأنشطتهم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم والمقترحات والحلول التي من شأنها أن تسهم في تسهيل عمل المكاتب التنفيذية مطالبا الجميع برفع الخطط والتقارير الخاصة بمكاتبهم والعمل على تحصيل الإرادات المالية بما ينعكس إيجابا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المديرية وتلبية الاحتياجات الأساسية فيها بدأت في العاصمة لمؤقتة عدن الأعمال التمهيدية للبدء بمشروع أعادة تأهيل المتحف الوطني وصهاري عدن وذلك بتنويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اليونسكو وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية تفاصيل أكثر في سياق تغيير الزميلة بمحمد علي في بلادنا وحاضرتها عدن وعلى رغم المحن يبدو أن التاريخ سيعد أمجاده المواقع الأترية والتاريخية بالمحافظة والتي شهدت إهمالا ولفترة طويلة ستستعد ألقها وبرقها الأخاد وذلك من خلال المشاريع التي سيعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية على تنفيذها المتحف الوطني أو كما كان يطلق عليه قصر الشكر بدأ العمل في مشروع أعادة ترميمه حيث قامت فرقة متخصصة من المتحف بتجميع مقتنيات المتحف وتخزينها في صنادق أعدت لهذا الغرب وبأسلوب احترافي يدل على أهمية المقتنيات وخبرة العاملين كما قامت فرقة متخصصة في مجال الكهرباء بتفكيك التوصيلات الكهروائية ووحدة التكييف المركزي يرافقها في ذلك عمل في مجال النجارة حيث تقوم تلك الفرق بفتح الواقهات الزقاقية الخاصة بالمتحف للبدء بتنفيذ المشروع الذي سيشمل إعادة تأهيل المتحف ومرافقه نحن بدأنا في بداية شهر ستمبر وأولا في ناقل الآثار الذي موجوده في الطابق الأول على أساس ناقلها في صناديق حديدة وحفظها في الدور الأرضي في موقع تم تحديدة من قبل إدارة المتحف ومن ثم تم وضع الخطة في ذلك على أساس أننا نقوم في تكتيب الأعمال أول بأول حسب ما هو في الدور الأول الذي بدأنا فيه هو الاستهداف على أساس أننا نبدأ بفتح فترينات العرض التي كانت متواجدة فيها بهالأثار ومن ثم يعني أعمال نجارة تكون محددة على أساس ننقل فترينات العرض إلى الدور الأرضي أيضا بمكان محدد من قبل إدارة المتحف وبعد ذلك قمنا يعني بعمل فتح الأسلاك الكهربائية المتواجدة في الساخف المستحار الذي يعني مفرض علينا أن نزيله لأنه هو من مادة السبستو الذي تعتبر يعني مضرة بالصحة وبعد ذلك سيتم معاينة الأخشاب المتواجدة بعد فتح هذه الألواح من مادة السبستو بيتم معاينة الألواح المتواجدة والمرابيع على أساس أنه بيتم تحديد هل يتم تغييرها أم صيانتها والآن نحن في صدر هذا العمل إن شاء الله بالأسبوع القادم بنبدأ بفتح هذه الألواح السبستو وبعد ذلك بنقرر بأنه هل نحمل تغيير لهذه الألواح والمرابيع أم أننا نصون بعض القطع التالفة من جرات تسر المياه الأمطار إليها وفي المقابل بدأت أعمال التمهيد للبدء بمشروع عادة تأهيل صهارقة طويلة والتي تعرضت هي أيضا للإهمال ولفترة ليست بقصيرة الأعمال التمهيدية تمثلت بإزالة الأشجار الضارة ورفع السياق الحديدي المتضرر والمتهلك وكاد البدء بأعمال اجتباكة في دورة مياه الصهاري هذا بالإضافة إلى القيام بحفريات لإقامة أساس خلف صهري أبو قبة وتأتي هذه المشاريع التي ينفذها صندوق الاجتماعي للتنمية في عدن وفي مدرية صيرة على وجه الخصوص ضمن المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي وعبر منظمة اليونسكو لإعادة الأمل لعدن التي تزخر بالعديد من المواقع الأترية والتاريخية وإسهاما منهم في الحفاظ على تلك المواقع وتسريع دورة عقلة التنمية وإعادة النشاط السياحي إلى سابق أهده لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية على عاصمة المؤقتة عدن برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز نظم منتدى جذور للفكر والثقافة والتنمية بمحافظة مارب ندوة بعنوان ثورة السادس والعشرين سبتمبر حتمية النضال حتى تحقيق الأهداف وقيام مشروع اليمن الحضاري وذلك بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير بمناسبة العيد الثامن والخمسين ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة نظم منتدى جذور للفكر والثقافة والتنمية هنا بمحافظة مارب ندوة سبتمبرية بعنوان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر حتمية النضال حتى تحقيق الأهداف وقيام مشروع اليمن الحضارية تناولت الندوة أوراق عمل تحدث عن مسيرة النضال الوطنية ضد الإمامة وتحرير الوطن في السادس والعشرين من سبتمبر 62 القائمين على الندوة أكدوا أهمية ودور الاحتفالات بثورة سبتمبر الخالدة في هذه الظروف السنية فعل تراكمين في حياة الشعوب والشعوب تستلهم التجارب الثورية في مراحل نضالها حتى تصل إلى تحقيق مشروعها الحضاري ومن هنا كانت أهمية هذه الندوة هو أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مستمرة حتى قيام المشروع الحضاري اليمن وحتى تحقيق أهداف السادس والعشرين من سبتمبر وأنا أسوه مثل الثورة الفرنسية التي استمرت في 250 عاما حتى حققت أهدافها عمر الشعوب وعمر الأمم أكبر من عمر الأشخاص من الأشخاص محدود وعمر الشعوب يقاس بالقرون وعمر الأشخاص بالعقود ولذلك فإننا حين ننظر بهذا المنظار الاستراتيجي يزيدنا عزما ومضاءا ومن ثم يرى المناظل ويرى المقاتل ويرى كل من يتسطرون النضال في كل مجالاته وبكل جبهاته أنه أمام معركة حتى يحقق كيان واسترجاع ذاته الوطنية كما تناولت الندوة السبتمبرية ما يصدر الأبطال المهمين من أبناء القيش الوطني وأبناء اليمن الأحرار في مواقع الميليشيات الحوذية السلالية أكد الجميع على مواصلة مسيرة النضال الوطنية على دروب الأحرار المناظلين لثوار سبتمبر وأكتوبر ألغى الثورة السبتمبرية وهاجة في سماء الحرية والنضال الوطنية والتضحيات اليسيمة حفاظا على هدف الثورة وبناء الدولة اليمنيت الاتحادية لقناة هذا الفضائي محمد القداسي محافظة مار عقد رئيس الحيئة العامة لتنظيم شؤون النغل البريع لمحروق اجتماعا موسعا لمدراء المركز الرئيسي للهيئة ناقش خلاله جملة من الأنشطة والمشاريع وخلال الاجتماع استعرض مدراء العموم نشاط إداراتهم والإجراءات التي اتخذوها في سبيل تعجز العمل والصعوبات التي تواجه عملهم وناقش الاجتماع ما أنجزته اللجان الخاصة والمكلفة بعدد من الأعمال ومنها لجنة إعداد تفعيل الهيكل التنظيمي واللائحة المالية الخاصة بالهيئة وكذلك لجنة مطابعة مشروع الميناء البري واستمعى رئيس الهيئة ومدراء عموم المركز الرئيسي من مدير فرع عدن فارس شعفل إلى الأعمال التي قام بها فرع عدن ومنها تنظيم حركة الشاحنات داخل المدينة وتحديد خط سيرها بالتعاون مع إدارة مرور عدن والجهات الأخرى والخطة المرافقة لهذه الحملة والتي تشمل الأوقات المحددة لدخول الشاحنات وخروجها وخرج الاجتماع بمجموعة من القرارات والتوصيات أهمها ضرورة القيام بعملية التدوير الوظيفي بين الإدارات بالمركز الرئيسي وتفعيل الرغابة المالية على الفروع ومتابعة قيادة الوزارة حول موضوع الفروع المتعثرة دشن نائب رئيس جامعة أبيان الدكتور حسان الرهوي امتحانات القبول في كلية العلوم الإدارية بقسميها المحاسبة وإدارة الأعمال للعام الجامعي 2020-2021 مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المسجد دشنت كلية العلوم الإدارية بجامعة أبيان امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد 2020-2021 إجراءات تتزامن بإضافة نوعية لجامعة أبيان لهذا العام بإضافة كلية العلوم الإدارية بقسميها المحاسبة وإدارة الأعمال لتصبح خامس كلية تضاف إلى جامعة أبيان منذ تأسيسها في العام 2018 الدكتور حسن الرهوي نائب رئيس جامعة أبيان الذي دشن أعمال امتحان القبول لهذا العام أشهد بجهود السلطة المحلية في المحافظة وقيادة الجامعة في متابعتها الحثيثة لإضافة هذا الصرح العلمي الجديد اليوم نحن في عرس طبعاً عرس يعني أكاديمي أولي يوم لأنتحان القبول لكلاب المتقدمين للعلوم الإدارية دائرة أعمال والمحاسبة وهذا إنجاز عظيم تقوم بقامعة أبيان رغم طروح الشعيحة التي يمر بها ورغم ظروف الصحيحة التي يمر بها البلاد بشكل عام عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور وهيب عبد الله سعد أشار إلى أن الخطط الدراسية لكلية العلوم الإدارية تشمل مساقات دراسية فصلية تستمر أربع سنوات يحصل بعضها الطالب على شهادة البكالاريوس مشيدا بحالة الإقبال التي شهدتها الكلية للطلاب المتقدمين لامتحانة القبول لهذا العام تم صباح اليوم تدفيقات كلية العلوم الإدارية المجامعة تفير تدشيط امتحانات القبول حيث جلس على مقاعد الامتحانات 256 طالب وطالبة يتنافسون على 100 مقعة من أصل المجموعة المتقدمين 326 ويتنافسون على 100 مقعة بواقع خمسين كلية العلوم الإدارية وخمسين كلية المحاصمة حقيقة كان التحضير وكان أخذ الاحتياطات الوقائية ممتاز جدا ونتمنى أن تستمر هذه الغود مع تدشين العام الدراسي الجديد منذ افتتاحها قبل عامين بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالربو منصور هادي حرصت جامعة أبيان إلى تسهيل متطلبات التعليم بما يلبي تخصصات الطلاب ترجمة اليوم بإضافة كلية العلوم الإدارية كمنجز أكاديمي يخدم طلاب وطالبات محافظة أبيان وتتناسب مع المزاج العام يستطيع من خلالها الشباب الخريجين من الثانويات العامة الالتحاق بالجامعة التي أصبحت اليوم أحد أهم صلوح الأكاديمية على مستوى الوطن لقناة عدن الفضائية وضاح شليلي دشنت مؤسسة أكون للحقوق والحريات ندوة قانونية حول أوضاع سجون وأماكن الاحتجاز في بلادنا بتعاون مع مؤسسة فريدريش إيربرت الألمانية في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت وفي التدشين رحبت المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ليلة الشبيبي بجميع المشاركين مثمنة جهود جميع معدل الأوراق القانونية فيما أكد نائب مدير أمن حضر موت الساحل أن وزارة الداخلية ترعى هذه الندوة القانونية لمناقشة وضع السجون بين القانون والواقع وأن مثل هذه الندوات تقدم الكثير من النصح والإرشاد القانوني وتساعد في رفع الوعي وربط الجهات الأمنية بالجهات الحقوقية مضيفا أن أمن حضر موت سيكون في عون أي جهة تسعى لتوعية رجال الأمن ومن يأكد رئيس نيابة الاستناف القاضي شاكر بانش أن أهمية هذه الندوة تكمن في أهمية مراعاة حقوق السجين والتي انطلقت من الكرامة الإنسانية التي صانتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية والدساتير مشاهد الكرام بخبر الزميل غسان نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في ختامها نعود ونذكر بالعناوين رئيس الوزراء يستقبل ممثل مؤتمر حضر موت الجامع لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة الملك سلمان يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الحيمنة الإيرانية مصرع واربعين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني بجبهة ماهلية بمحافظة مارب في الختام لكم أجمل التحايا وأطيب المنا من جميع طاقم العمل في هذه الأمسية دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة